الحمد لله الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالتواب والعقاب وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب فنصخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب وبيّن للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب وتركنا على المحجة البيضاء لا سراب فيها ولا سراب فاللهم صلّ عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما كما نسأله مولانا أن يخرجنا من ظلمات الوهم وأن يكرمنا بنور الفهم وأن يفتح علينا بمعرفة العلم وأن يسهل أخلاقنا بالحلم وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه ثم أما بعد فكما تفضل أخي في مقدمته الموضوع الذي نريد أن نتكلم فيه في هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك هو موضوع يتعلق بعبادة لها أهمية عظمى في الإسلام لا وهي عبادة القلب والموضوع يخص حب الله تبارك وتعالى ونبدأ بآية كريمة يخاطب الله عز وجل فيها المؤمنين فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هنا يخاطب الله عز وجل من آمن به ويخبرهم أن الذي ارتد عن الدين والارتداد عن الدين الارتداد عن الإسلام هو أعظم جريمة يمكن أن يقوم بها عبد لأن الإنسان إذا استساغ الدين ثم تقيأه فهذه الردة أيها الإخوة الكرام من أعظم الذنوب التي يمكن أن يرتكبها مؤمن يبتعد المؤمن عن الله تبارك وتعالى ويبتعد عن دين الله عز وجل وهذا ما لا يتمناه مؤمن لنفسه ولا لأحد من أحبائه ولكن الذي يعنينا في هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون المفروض أن الذي يرتد عن دين الإسلام إنما يفعل ذلك لشبهة تصربت إلى عقله أو تصربت إلى مركز عقيدته فشك في أمر من أمور الدين ولعل هذا الارتياب العقلي هو الذي يبعده عن دين الله عز وجل وإن كان الأمر كذلك لقال الله تبارك وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يوقنون فيه أو يوقنون به إن تعلق الريب بأمر عقلي إن تعلق الريب بشبهة عقلية ولكن الله تبارك وتعالى تكلم عن موضع قد لا يظهر لنا بادي أبي بدء أن له علاقة بالشك أو بالريب في الدين حتى يصل العبد إلى الارتداد فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وكأن مكمن ارتداد ذلك العبد والسبب الأساسي في ابتعاده عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلق البتة بأقله وإنما يتعلق بخطأ وخطل في قلبه ألا وهو انعدام حبه لله وانعدام حب الله له إن هذا هو مربط الفرص هذه هي المصيبة الكبرة والسبب الأساسي في ارتداد العبد عن دين الله تبارك وتعالى أن الحب الله عز وجل لم يباشر بشاشة قلبه ومن هنا تبدأو المشكيل جساء خديدة كمتبار من دين الله تبارك وتعالى التي يجب أن تتم الوصول على الله تعالى ؟ من من أرذر تتم communicاتurgence تأتي الله تعالى وрезبطًا بذلك أنهم يبحثون معي Garrett أصبحت بأم الله تعالى أتو أن أعلم الله تعالى بأن أسماء تبارد ثم وإنما أن نعمى هي أن نعمة أصبفة كاملة وما يحبطة حبكية يعطيكة المسؤلسة كم سمسسسسسس بأم الله تعالى وعزوجه لعبنى لم يتم عيونه ويجب ان يتعلم أن يتعلم على هذا الوقت الى سيكون لأمي كل يمينه يمكن أن أدعى كل يمينه يتعلم على أجهب لكن لبقى هذا المضح فبما يتعلم بشكل كرانيك يبدأ في نهاية الصراحة تنسى سيحدة فإنه الله تعجل أدعوه يسعدون بالنصر أَوْ 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 كِيَنْ يَانْ يَانَهَهُوا أَوْ أَقِيمَاً بلام عز وجل تل 준비 وإن الله تعليم أرسل الله تعليم وإن الله وإنه يسحى أن الله تعليم أن الله تعالى انهوا سينات لنه دون سنسوه رغ شيء وذلتأت في النجل الجهو نيش غير اغشتره وذلتتأت في رغبان الله عز و جل وليس مですね وليس تتقدم لنهي لنزيد لكن الله عز و جل المعابّر في الناس ورثت في رغبان الله عز و جل يمكنك الهدفة مما سيحنا إلى النجل للشيء لا يوجد ذلك في نفسه لا يوجد ذلك لا يوجد ذلك على المسلم mais il réside dans l'absence de son amour à Dieu et l'absence de l'amour à Dieu envers lui l'amour de Dieu envers lui le problème a un rapport avec le cœur et non pas avec la raison sinon pourquoi Allah Azza wa Jil parle ici de l'amour ? ça veut dire que parce que cette personne-là a manqué de l'amour d'Allah Azza wa Jil c'est la raison principale pour laquelle elle s'est apostasiée et c'est à partir de là qu'on comprend que le fait de ne pas parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jil nous fait encourir un grand risque un grand risque qui est celui de s'écarter de la religion qui est celui de perdre la certitude que nous avons en notre religion qui est le fait d'apostasier et ça c'est le pire crime qu'un musulman puisse accomplir apostasier sa religion autrement dit sortir de la religion après son être imprégné et ça bien entendu à chaque fois on invoque Allah Azza wa Jil on demande à Allah Azza wa Jil toujours de nous maintenir sur le droit chemin et sur ce chemin de l'islam et le professeur lui-même qui était guidé le disait sallallahu alayhi wa sallam donc c'est pourquoi Allah Azza wa Jil parle ici de l'amour un amour qui est échangé entre le serviteur et son seigneur il faut savoir chers frères si on veut définir un être humain quel qu'il soit un être humain c'est quoi ? c'est un réceptacle qui est le corps c'est un réceptacle qui est le corps et dans ce corps là il y a deux centres très importants le centre de la raison et le centre du coeur et ce qui donne vie à ces trois dimensions c'est l'âme c'est elle qui donne vie au corps à l'esprit et au coeur bon l'âme on ne va pas la définir parce qu'on ne pourra pas la définir on ne pourra pas la cerner de notre intelligence ou de notre savoir il te questionne à propos de l'âme dit l'âme vient de l'ordre de mon seigneur et vous n'avez acquis que peu de savoir autrement dit votre savoir ne peut pas embrasser l'essence de l'âme ne peut pas embrasser la définition et la notion de l'âme donc on ne va pas, ce n'est pas un autre sujet mais ce qui va nous intéresser c'est ce corps là qui est un réceptacle ce centre qui est celui de la raison et le centre qui est celui du coeur le corps on le connait on sait ce que c'est que le corps ça c'est l'interface entre notre intérieur et le milieu ambiant et l'extérieur et ce qui marque le corps ce sont nos organes de sens notre vue, notre oui, notre toucher donc tout ce qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur et bien entendu s'activer, parler, bouger et ainsi de suite ça on le connait comment on peut définir la raison la raison c'est le centre c'est le centre de la conscience c'est le centre de la réflexion et c'est le centre du discernement trois fonctions principales la conscience être conscient de ce qui nous entoure ça c'est la raison qui va travailler dans ce domaine là le centre de la réflexion et le centre du discernement c'est elle qui nous permet qui nous permet de discerner entre le bien et le mal la guidance et l'égarement si on vient vers maintenant le coeur le coeur c'est quoi ? c'est le centre d'un ensemble de sentiments et ces sentiments on peut les diviser en trois catégories il y a les sentiments incitateurs il y a les sentiments repousseurs et il y a les sentiments glorificateurs tous les sentiments se résument à ces trois dimensions soit tu as un sentiment qui te pousse qui t'incite à aimer à courir vers quelqu'un à espérer quelque chose c'est des sentiments ou bien repousseurs tu détestes quelqu'un tu repousses quelque chose tu ignores quelque chose donc tu repousses certaines choses ou bien glorificateurs qui te permettent de glorifier quelque chose de lui donner de la valeur de considérer sa majesté sa grandeur et ainsi de suite donc trois catégories de sentiments voilà donc comment il est fait l'être humain et lorsqu'Allah s'adresse à nous afin qu'on manifeste la servitude à son égard c'est qu'il demande à ces trois dimensions de se soumettre à lui il nous demande à ce qu'on soumette notre corps à lui à ce qu'on soumette notre raison à lui à ce qu'on soumette notre coeur à lui et c'est pour cela que dans l'adoration islamique d'une manière générale elle se divise en trois catégories il y a l'adoration du corps et ça on sait comment ça se passe à travers la prière à travers le jeûne à travers le pèlerinage la lecture du Coran ça c'est une adoration du corps des membres du corps du corps de la langue et ainsi de suite il y a l'adoration de la raison et qui réside dans la réflexion dans la méditation et il y a l'adoration du coeur et ça réside dans toute l'adoration sentimentale la crainte de Dieu l'amour de Dieu l'espoir en Dieu tout ceci a un rapport avec le coeur et donc résumer ou bien restreindre l'adoration d'Allah à ce qui est corporel ou seulement à une apparence phénotypique c'est ne pas connaître ce qu'est l'islam c'est de ne pas connaître quelle est la voie qui mène vers Allah et c'est pour cela que le musulman qui ne donne pas un équilibre entre ces trois dimensions sa religiosité va être bancale sa religiosité va être perturbée titubante et voilà pourquoi chez nous nous trouvons des musulmans qui aiment l'islam ils sont certains de l'existence d'Allah ils font la prière ils font le jeûne ils font le pèlerinage mais ce n'est pas pour autant qu'ils craignent Dieu ce n'est pas pour autant qu'ils aiment Dieu et c'est la raison pour laquelle parfois ils tombent dans le péché parce que s'ils avaient la vraie crainte de Dieu le vrai amour de Dieu jamais ils ne tomberont dans le péché mais parce qu'il y a un manque une défaillance au niveau de leur cœur leur religiosité devient bancale et leur cheminement vers Allah est freiné quelque part et le musulman doit maintenir cet équilibre entre ces différentes dimensions l'insan أيها الإخوة الكرام هو عبارة عن وعاء المتمثل في الجسم وعاء يحتوي على مركزين أساسيين مركز العقل ومركز القلب والروح التي ينفوخها الله تبارك وتعالى عبر الملك ونحن في بطن أمهتنا تلك تلك منروح أيها الإخوة الكرام هي التي تبث الحياة في هذه العناصر الثلاثة هي التي تبث الحياة في الجسم في البدن وتبث الحياة في العقل وتبث الحياة في القلب والروح سوف نعرف بها مثل هذه المجالس قد نتعرف على خصائصها على بعض سماتها ولكن نكونها جعله الله عز وجل مخفيا على العباد مهما بلغ علمه ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن العقل ما هو العقل العقل أيها الإخوة الكرام هو مركز الإدراك ومركز التفكر ومركز الفرقان مركز التمحيص بين الحق والباطل بين الضلال والهدى مركز الإدراك ومركز الفكر ومركز التمحيص أما القلب فهو مركز العواطف برمتها وهذه العواطف يمكن أن نقسمها لثلاثة أقسام العواطف الدافعة والعواطف الرادعة والعواطف الممجدة العواطف الدافعة كالحب أن تحب شخصا أن تحب المسجد فتندفع إلى ذلك المسجد أن تحب أمك أن تحب أباك أن تحب الله أن تحب الدين هذه كل عواطف تدفعك وهناك عواطف تردعك أن تخاف من الله تبارك وتعالى أن تخاف من الذلب أن تخاف من تلبيس إبليس أن تخاف من الجهل أن تخاف من الكفر هذه عواطف تردعك عن هذه الأشياء وهناك عواطف تمجد تمجد الله عز وجل تمجد أستاذك تمجد الشيخ تمجد الإمام تمجد الرجل الكبير تمجد أمك وكل على حسب مستوى وهذا هو القلب الله عز وجل حين خطبنا بالعبودية أمرنا أن نخضع هذه العناصر الثلاث لله تبارك وتعالى أن تخضع بدنك لله وأن تخضع عقلك لله وأن تخضع قلبك لله تبارك وتعالى أما عن البدن فعبادة البدن نعلمها ونعرفها أيها الأخوة الكرام تتشخص في الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى غالق وفي المظهر كذلك نتعبد الله عز وجل وكذلك بالمظهر وهذا لكم كلنا نعلمها عبادة العقل هو استعماله في التعرف على الله عز وجل استعماله في تقوية يقينك بالله تبارك وتعالى استعماله في التفكر فيما خلق الله عز وجل استعماله في تدبر كلام الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلينا في الكتاب ثم هناك عبادة القلب وهنا مكمن الفارس مربط الفارس في القلب نجد حب الله وفي القلب نجد بغض الشيطان وفي القلب نجد الخوف من الله والهبة من الله والخضوع لله والخشوع لله ونجد في القلب الرجاء في الله والتوكل على الله ومن هنا نرى بأن القلب له عمل أساسي في عبادتنا لله تبارك وتعالى العبد الذي يستطيع أن يقيم توازن بين هذه العناصر الثلاث هذا العبد يسلك بسرعة إلى الله تبارك وتعالى ويعرج بروحه إلى الملائي الأعلى بسرعة وهذا هو حال الأنبياء والصالحين أما العبد الذي تجد خللا في توازنه هذا فهو العبد الذي إما أن يرجع القهقار إلى أن يصل إلى الردى وأن يصل إلى الردة والعياذ بالله كما جاء في الآية وإما أنه يبطئ سرعته إلى الله تبارك وتعالى ولقد رأينا الله عز وجل يعاتب الصحابة الكرام بعد أربع سنوات من بداية الإسلام فقال لهم عز من قائل موبخا إياهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ما أدرش عليهم ويصلون ويزكون ويقتنعون بالله عز وجل وفي اليوم الآخر وكل شيء موجود عندهم ولكن الله عز وجل أرشدهم إلى نوع من الخلال قد يصيب قلوبهم كما أصاب قلوب أسلافهم وما سبقهم من الديانات الأخرى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول سيدنا بن مسعود رضي الله عنه ما كان بين نزول القرآن وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآيات إلا أربع سنوات فلما نزلت هذه الآيات خرجنا نبكي ويعاتب بعضنا بعضا كيف قست قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق هذا الصحابة أيها الإخوة الكرام فما بالنا نحن هذا خير الأجيال هؤلاء المقربون ثلة من الأول نحن قليل من الآخرين ومع ذلك عاتبهم الله في شأن قلوبهم وفي عبادة قلوبهم فكيف هي عبادتنا أيها الإخوة الكرام وكيف هي قلوبنا مع الله تبارك وتعالى وجب علينا وعلى كل واحد مننا أن ينظر إلى ذلك وأن ينظر إلى موقعه من الله تبارك وتعالى وأن ينظر إلى موضع محبة الله عز وجل من قلبه هل ترصخ في قلبه ذلك أم لا فعبادة القلب عبادة مهمة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد لمن كان له قلب حنا كنا عند القلوب لكن قصد الله عز وجل لمن كانت له عبادة القلب القلب رأى عندنا لا تنظروا على القلب هذه العضلة الصنوبرية التي توجد في صدرنا وإنما نتكلم عن مكمان هذه العواطف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي روى البخاري ومسلم إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب التقوى ها هنا الإسلام دائما يشير إلى العبادة القلبية وهذه العبادة التي لا نهتم بها أيها الإخوة الكرام قد نهتم نحن بالظاهر وبالشكل وننسى الجوهر وهذا خطأ في تعبد الله تبارك وتعالى وَلَا بُدَّلَنَا مِنَ الرُّجُعِي إِلَا مِتْلِهَاتِهِ الْحَقَائِقْهَ تَلَانَتِيهَا عَنْ تَرِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ otros أبدا أنceks fox أولاد عليgeschيم أولاد 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 الأح 아니야 ذلك أولاد أحص Lal eight طريق أولاد أولاد » إنها سبب said اتبعى iken سمسة ثم أراد Les cigarettes yourselves معاً في بالضعال وازد و beings النبيان الخدم يأنا أصل سؤالث سؤالهم нужен palate المفصلين في نقديق ماركة لل他是 كلما نماين اعت cab treatment سمت بي لابل كلما قلب gewe من عغفهم في أطريق في عيل دن طول puedan�� خعلهم كذلاRegوس سنعم الله فهم بشكل يباريصان إلا سرائهم في مرحبك لكن لكني وهو بشكل لذيطة له يلاحظون للاحظون يلاحظون المشكلة يديل في وسلم volunteeredحمة كل هاتف اشتركين معنوار في لإنقام وليه يجب على الإنقام يجب ان يجب ان يجب هذا إقالك يجب أن أعود ل pine احبطعي جيدا كما أن يعداد السنة سبب الأصدقاء سبب الأبوان سبب على سؤال ويجب أعود ويجب الأربعة يسأل في أحبول يسأل على إعطام على سبيل ومعرع رؤية يلاجمنا يلاجمنا ويلاجمنا ولاجبنا ويجبنا من يجبنا التتعامل التلاقية من يمكنت من فترة من warning من من نصدر من قبل من من شفر من من نساء من نساء يجبنا من شفر ومن من يجبنا يجبنا نعم حق مع من النساء والبانين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه أمر من الذي زينها؟ بعض المفسرين يقول زينها الشيطان وبعضهم يقول زينها الله وفي الحقيقة هو زينها الشيطان وزينها الله عز وجل زينها الله عز وجل ولكن أمر عباده بإرادته الشرعية أن يجعلوا لها حدا وأن يشبعوها في نطاق حدود وضعها الإسلام ولكن الشيطان يدفع ابن آدم إلى أن يتعدى تلك الحدود كالذي يسوق الصيارة صانع الصيارة يعني جعلها تستطيع أن تصل إلى 220 كم في ساعة 260 كم في ساعة ولكن العقل والشرع والقانون يقول لك لا السرعة محدودة السرعة محدودة 130 ما تفوتاش في الطرود 70 ما تفوتاش في الطريق هذا برغدين الزوال 50 العقل هنا يتخدم ولكن الصيارة عند القوة التي تمشيتها 260 إيوصنعنا سيد السيارة لما تفوتش 130 لا الله عز وجل خلق فينا هوا وخلق فينا حبا للشاهوات قد يصل إلى 260 ولكن وضعنا الحدود الهوى ميلك إلى الجنس الآخر يجب أن يكون في نطاق الزواج حبك للمال يجب أن يكون في نطاق ماء حل الله تقتنيه بالحلال وتدفعه كذلك في الحلال البحث عن السلطة يجب أن تكون عبر اختيار الناس لك لا أن تتصلط عليهم هكذا جعل قوانيا لكل شيء ولكن الشيطان عامل الشيطان هو أن يدفعنا إلى أن نتعداهته الحدود وهنا أيها الإخوة الكرام تجد الهوى وتجد القلب هو الذي يحدو بالناس في حياتهم أكثر من عقولهم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به أن تخضع هواك لله تبارك وتعالى أما إن تركت الهوى يتغلب عليك ويتصلط عليك شيء دير يتصلط على عقلك ولا يترك لعقلك مجالا في أن يشتغل وإذا لم يشتغل العقل تعطل كل شيء وهذا الذي يرتد عن الدين الآن نرجع إلى الآية لقى الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومين يحبهم ويحبونه يعني هذا القوم هذا نجرى لهم هما أنهم عوضا أن يملأوا قلوبهم بحب الله عز وجل ملأوها بحب الأغيار ملأوها بحب الدنيا بحب النساء بحب المال بحب المجون والفصوق فتمكنت هذه تمكن هذا الهوى من القلب فلما تمكن من الهوى من القلب أعمى البصيرة أعمى العقل فلما ينعم العقل يعني حتى القناعات الدينية قناعتك بوجود الله وقناعتك بالآخرة وأن الآخرة دار بقاء وأن الدنيا دار زوال هذه القناعات العقلية كلات عاديم وأن ذلك يمكن أن ترتد عن دينك فالله عز وجل أشار مباشرة إلى مكمان الخطأ إلى أصل المشكل ليس في العقل إنما هو في القلب عدام حب الله عز وجل أثر على عقلك فارتددت عن دينك إذن على العبدي إن أرادا أن يحمي نفسه من الردة أو أن يحمي نفسه من المجون أو من الضياء أو من البعض أو من البعض على الله تبارك وتعالى أن يحمي حبه لله تبارك وتعالى من هنا يجب أن نبدأ من هنا يجب أن نبدأ أرادا أن يحمي نفسه من المشكلة أرادا أن يحمي نفسه من المشكلة آخر沒有 أكใ يعني نفسه من يحمي نفسه الله ist وizen عم 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 العم عم عم الإم adolescent قبل الإمم Practice الإمم Vorsادي إمم إمم إمريم إم الإمم إم لا يُعَسْلَهَا مَنَهَا 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 يَعَسْلُوا Et donc c'est cela le travail que doit accomplir le musulman. Donc la question qui va se poser après cette longue introduction, parce que c'est maintenant qu'on commence le sujet. C'est maintenant qu'on commence le sujet. L'amour de Dieu c'est quelque chose d'important dans la vie d'un musulman. Pas seulement dans sa vie religieuse, dans son existence. L'amour d'Allah Azzawajil doit être l'objectif de chacun. Il y a certains qui considèrent l'amour de l'amour. C'est quoi ces paroles-là de l'amour ? On ne ramène pas quelque chose de loin. On parle du Coran. Ce que dit le Coran, il est le hadith du Prophète. Dans le hadith authentique, le Prophète dit « Celui qui manifeste une animosité par rapport à un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. » « Je lui déclarerai la guerre. » « Et ce qui se déroule, c'est qu'il ne s'agit pas de l'amour de Dieu. » « Jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi aussi bien que par ce que je lui ai imposé. » « Des décrets que je lui ai donnés. » « Mon serviteur continue de se rapprocher de moi avec les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Ici, c'est un hadith kudsi authentique « Jusqu'à ce que je l'aime, hattà eu hibbe. » « Et mon serviteur continue de se rapprocher de moi en accomplissant des observances surérogatoires » « Jusqu'à ce que je l'aime. » « Et lorsque je l'aimerai, je deviens lui avec lequel il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. » « Jamais il ne me demandera quelque chose sans que je ne lui donne. » « Et jamais il ne me demandera pardon sans que je ne lui pardonne. » Ça veut dire que tu as atteint le summum. Tu es aimé par Dieu. Une fois que tu es aimé par Dieu, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Et voilà pourquoi Allah a dit « Yuhibbouhou moi. » Sinon, Dieu ramènera un peuple qu'il aimera. Et si Dieu t'aime, tu crois que tu vas t'apostasier. Si Dieu t'aime, il te laissera t'apostasier. Si Dieu t'aime, il laissera ta passion s'emparer de toi. Si Dieu t'aime, tu crois qu'il te jettera dans l'enfer. C'est pas possible. C'est pas possible. Si Dieu t'aime, tu as acquis la vraie foi. Parce que le cœur s'est rempli de l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi Allah azzawajal s'est adressé aux Bédouins. Une partie des Bédouins. « Qalati l'aarabu amanna » Ils sont venus chez le professeur et ils ont dit « ça y est, nous avons cru. » « Surat yach » « Qalati l'aarabu amanna » « Qul lam tu'minu » « Walakin quulu aslamna » « Walamma yadkhuli l'imanu fi qulobikou » « Lemme yadkhul l'a الله عز وجل على وقت اللاحق قد دخل شيئًا ما وذلك الدخول لم يدخل بعد أو أنه سوف يأتي تحتاجنا إلى وقت حتى تصلنا إلى تلك الدراجة ولمما يدخل الإيمان في القلب تلك القرآن في قولو بكم دائم الله تيمان بالقلب ولمما يدخل الإيمان في قولو بكم المزدان المزدان من كل هذا تنسحون لا تنسحون أنت نسحون لذلك ، كنت تحتاجز على صفح وتعالي ومن ثلاثة ينسحون ليس قل أي من لطلق لذلك أليس سلم harكتوني فهو أفعل ليس أنت أسجأتي ماناً فهو الأمر ليس هناك فالآخرين لا تقنقى هذنه يوجد翻ه في المعضلة و impeachment thy حar الأخد على المعضلة فهو الأخداء وازنہ أخبره شكراً تجيسر ما شاء الله اخبره نعم ما شاء الله إخبره أخبره يعاني نعم أخبره الأخداء لشكراً سكراً أخبره sur des détails l'un déteste l'autre sur des détails un je ne suis pas d'accord avec lui un je suis telle école l'autre je suis telle école les différentes écoles sont bien non mais pourquoi il ne suis pas la même école que moi donc le coeur il y a un problème dans le coeur alors que normalement Allah Azzaouz qu'est ce qu'il dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى si on veut la traduire les croyants ne peuvent être والله عزوج لم يقل إنما المؤمنون إخوان قال إنما المؤمنون إخوة وفرق بين الإخوان والإخوة الإخوة هذه الكلمة تقتصر على من ربطته بأخي علاقة الدم وجاء إخوة يوسف ما قالش إخوان يوسف أما الإخوان هم لقد تربطهم علاقة غير علاقة الدم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ما قالش إخوة الشياطين ولكن حين تكلم الله عز وجل العلاقة التي تربط بين المؤمنين قال إنما المؤمنون إخوة وكأن علاقة دم حين أرى معاك علاقة دم وتتقين متخصم معا علاقة دم ولكن الدم هنا هي روح الدين هو الإيمان الذي تشاطره مع الآخرين ولكن ما مشكلة أنه القلب ما خدمش القلب ما خدمش عندنا المظهر خدم العقل خدم داليل وكذا وهذه عندنا لك شيخ خدم مزيان الفقه تبارك الله غادي مزيان المظهر غادي مزيان الصلاة الوقت كذا محافظين ولكن في القلب عندنا مشكل كبير في الأمة الإسلامية أيها الأخوة الكرام والرسول الصعب كان يعمل على تطويع قلوب العباد لله تبارك وتعالى والقرآن يعني ما ينصح على هذه النصيحة ويركز على هذا المعطى السؤال دم عندنا كيف أصل إلى حب الله عزيزي كيف تنذير كيف تنذير كيف تنذير كيف يأتي ويقول لك العقد قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم هو التباع لا ولكن التباع التباع باش التباع بالجسد تنعرفوه التباع بالعقل تنعرفوه ولكن التباع القلبي دير الرسول الصلاة ما شعرفناه لا لا هذا الذي نغفل عنه أيها الأخوة الكرام قبل أن نتعرف على وسائل بلوغ محبة الله عز وجل يجب أولا أن نعرف معنا المحبة ما هو الحب ما هو الحب الحب هذا الشعور الحب عاطفة وهذه العاطفة مكمنها القلب وهي عاطفة دافعة رادعة ممجيدة كما قلنا تجمع فيها بثلاثة دافعة لأنها تدفعك إلى محبوبك تدفعك إلى أن تتقرب منه تدفعك إلى أن تأنس به تدفعك إلى أن تردعك عن البعد عنه هذا هو الردع تدفعك إلى أن ترتدع عن كل ما يكرهه حبيبك تبتعد عن كل ما يكرهه حبيبك هذا هو الردع والتمجيد تعظمه تكبره تهلله تمجده هذه العاطفة الممجدة إذن الحب فيه اجتمعت كل العواطف القلبية التي توجد في المركز التي تتكلمين علىها في الأولى موجودة في الحب عاطفة دافعة راضعة ممجدة حالة نتكلم أيها الإخوة الكرام هنا عن الحب الراقي لا نتكلم عن الحب الهوى وحب الحيواني الذي يوجد حتى عند الحيوانات هذا ما تتكلمش عليه تتكلم عن الحب الراقي حب الله تبارك وتعالى إذن هو الحب مهما عرفناه نحن لا نقف إلا على صفاته ولكن لا يمكن أن نقف على كنه إذا جئتك برمانه وقلت لك صف لي ما ذاق الرمان ونذلكم تيحان دابا كاملين ونقول لكم كل واحد يزور قاوس تيلو ويعطيني صف لي حلاوات الرمان حلاوات الرمان وصفها لي كيف سنوصفها؟ قد تقول لي وحلو بحل عسل لا نقولك ماشي بحل عسل حلو بحل البانان حلو بحل تفاح حلو بحل نقاص حلو بحل بطيخ حلو بحل بطلح لا يتقول لي بحل يتتقارن لا إلا بغتت عبره تقولك وهاك دوقها وغتتعرف الحلوات يلا وهنيني كان أمور لا يمكن أن تعرفها إلا إذا عشتها إلا إذا جربتها لا يمكن أن تعرفها باللسان فحين أن تكلم عن حب الله عجباش سنقارن سنقول بحل حب الوالدين لا بحل حب الرسوص لا بحل حب الأكل لا بحل حب الجاه لا بحل حب النوم لا هذه كل تعابير عن الحب ولكن حين نتكلم عن حب الله تبارك وتعالى هذا أمر لا يمكن أن تتعرف على كنهه إلا إذا لامس قلبك إلا إذا باشر قلبك إلا إذا انغرس في سويداء قلبك آنذاك تتعرف على حب الله والذين وصلوا إلى هذه الدرجة طلقوا الدنيا وما فيها ولم ينظروا إلى الأغيار ونحن لن فهم ما يفعلون ونحن لن تتعرف على ما يفهم في الواصل ولذلك كان بعضهم يقول وكان ما كان مما لا أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبار لا تسولني هذا الشيء لا يظن بي الخير وما تفهمش هذا الشيء ونحن لن تفهمه وهؤلاء اكتمل الإيمان عندهم لأن الإيمان أيها الإخوة يزيد وينقص نعرف هذا كلام مدى كامل في العقيدة ندرس هذا الشيء بالعقل ولكن هذا باللمس باللمس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا شنو قال ذاق طعم الإيمان في حديث آخر يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار شوفها ثلاثة ديال العالمات لإعطاها الرسول صلى الله وسلم كلها متعلقة بالقلب أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب قضية عاطفة في القلب أن يحب المرأة لا يحب إليه قضية عاطفة أن يكره أن يلقى في أن يعود في الكفر عاطفة الكره والبغض كلها متعلقة بالقلب إذا كان القلب خدام عنده هذا العواطف أن ذاك يلتذ بالإيمان ذاق طعم الإيمان ذاق الحلاوة ديال الدين ديال الإيمان لماذا دقش هذا الشيء؟ معنى أن الإيمان ديال المزان نقص لذلك تجد أن يوم الجمعة تجد المسجد مكتظا عن آخره الناس يصلون إلى تحت المطار ولكن في الفجر أين هؤلاء الناس؟ ما الذي ينقصهم؟ لماذا يملئون جنبات المساجد في رمضان؟ وخارج رمضان يبتعدون عن بيوت الله عز وجل ماذا ينقصهم؟ القناعة لم يقتنعون يقتنعون بأن الفجر فيه كذا وفي الحسنات وفيه كذا وفي عكيم الآخرة وكذا يقتنعون بيها تيصلي وإيرا تيصلي وإخا تيصلي مع الطلوة ولكن كل ناقص ناقص هذا الحب لله عز وجل كيف حبيبك يدعوك الصلاة خير من النوم حي على الصلاة حي على الفرع وأنت تغط في نومك أين هذا؟ تقول من بعد أن أحب الله لا تحبه ولكن هذا زعم وذلك الحبرة ما زال علاقة لحال لأن فقاشة تكون عندك طعم الإيمان ستجل فيك لما تصل إلى هذه الدرجة وهذه تكون فقط علامات هذه تكون فقط علامات على أنك رفي الطريق أو علامات على أنك بعيد عن ذلك الطريق عن المبتغى إذن هذه الحلوة وهذه نحن نضوقها إنسان يصبح في الصباح وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام إن الأخصان عرفوا ويا لها من نعمة الحمد لله على الإيمان الحمد لله أنني مسلم الحمد لله أنني أركع لله وأسجد لله تبارك وإله رأيك هذه النعمة هذه؟ النعمة أنك مؤمن بالله حمد لله أن تفتح القرآن تفتح كتاب الله فيه كلام الله وتقرأه أعرف ما هو الدرجة تكون عندك؟ حين أن تجدون يعني أنه قد أعظم ما زالتك لديه أعظم أعظم هذا لديه خمسة ألف سنة في الأمباريوستوريك عندك بعض الأحصول إذا كنت تأتي بشيطها يبدأ ينقع ونفع ونفع يدعو بالسجاج ونفع هذا الأحصول ما هو أعظام البشر لدينا عشرين ألف سنة أو عشر ألف سنة القرآن غير مخلوق غير مخلوق أبدي لأنه صفة من صفات الله غير مخلوق هذا تنزبني الدين وليس لدي فيه تأخذناه ظهريا وبعد ذلك نزعم حب الله عز وجل هناك معنى قرآن لما تزود قرارك تشعر شيء حاجة لتدرها لا يمكن أن تتصور أن الله عز وجل أكرمك ورفع قدرك لدرجة أنه مكانك من قراءة كلامه من قراءة كلامه ومكانك من نطق بكلامه بالكلام الذي تكلم به معناً ولفظاً لا يعني المعنى كما سيقول المعتزل المعنى ولفظاً وهو بنيدك يجب أن تعرف هذه القيمة هذه القيمة لا تشعر بها أيها الأخوة الكرام معنى أن الإيمان لدينا ما زال على قد الحال وهذا الذي يجب أن نشتغل من أجله وهذا هو مشروع حياتنا هذا الشيء الذي قلنا لدينا حتى تأتيك للموت يجب أن نوصل لهذا الشيء كيف يجب أن ننشي في هذا الطريق وهذا هو الذي نريد أن نتكلمه لأنه لم يدخلنا في الموضوع لأنه يكفي من القلادة ما أحط بالعنق إذا فهمنا هذا الشيء من المقدمة فهمنا الباقية غير لما يكون لدينا الحماس لنوصل إلى ما أردناه وعرفنا مقصيدنا هنا نعرف المقصيد الذي يريد أن نوصل إلى نصف الشيء بدايته ونحن نحن نطرق قبل أن ندخله في التفاصيل هذا أمر مهم هذا أمر مهمة سنتهيه لمكتلك تشغلون أي نحن كثيرا المكتبات ما قام بفورس بالغرض اجلما شونه فترن الله تعوزه فترن الله يشعر الفيحر ليش ابتل فترن الله تعالوزه فهو يبعط أنه يكون ما شرائع مستقر لكي أتادي يبعط على انشابه يجب أن يحطة على انشابه ونستقر لفه تalandقى سنسيح فهي طيب يفعل فهي وفي سنسيح ومتع يقول له نستقر ليد من إسم الوطنجيه ثمان المسكين لا يفعله إنسان المسكين هناك لفه مراقب المسكين Il a dégusté la bonne saveur de la foi Ça veut dire que la foi Elle a une saveur Et tant que suyave Et tant que tu n'as pas ressenti cette saveur C'est que ta foi n'est pas arrivée A un seuil Qui te permet de la déguster Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire Il y a du travail à faire On veut parvenir à l'amour d'Allah C'est quoi l'amour ? L'amour c'est un sentiment Qu'il est difficile d'expliquer Si je vous dis Est-ce que tu peux me décrire Le goût sucré D'une grenade ? Décris-moi le goût sucré d'une grenade Tu vas me dire oui Il est sucré comme une Comme une poire Je vais te dire mais non Je sais ce que c'est que là Il est sucré comme une pastèque Non, il est sucré comme du miel Non, non Je ne peux pas, tu ne peux pas la définir Il est sucré mais quel sucre ? C'est ce qui distingue d'ailleurs les fruits Les couleurs et le goût Si c'était seulement de dire sucré On mange n'importe quoi et c'est sucré Non, tu vas manger celle-là Et celle-là Ah oui, les raisins Tout ça s'appelle sucré Lorsqu'on veut parler de l'amour d'Allah Par quoi tu vas le comparer ? Tu vas le comparer à l'amour des parents À l'amour de la personne À l'amour de l'autre sexe À l'amour de l'argent À l'amour de dormir, du sommeil Non, on parle d'une autre chose Tu ne peux pas le décrire Si tu ne le vis pas Si tu ne le vis pas Et Allah Azzawajal de temps en temps justement Il nous donne des flashes Il permet à chacun de nous de vivre Certains instants où il ressent cet amour de Dieu Pour lui dire voilà Je t'ai donné un avant-goût De ce qu'est le vrai amour Et bien travaille pour parvenir au vrai amour Il nous le donne Chacun de nous a dû vivre dans sa vie Un instant, quelques jours, un mois Un instant Où il ressent une foi extraordinaire Un amour de Dieu extraordinaire Je suis prêt à mourir maintenant Si je dois rencontrer Dieu tout de suite Et c'est ce qu'a dit le sahabi Lorsqu'on lui a dit Rien ne t'empêche d'entrer au paradis Ce n'est de mourir dans ce combat-là Il voulait rompre le jeûne avec une date Il l'a jeté Le paradis devant moi Je prends le temps de manger Le paradis je vais aller chez Dieu Bahin, bahin Et il est rentré à combattre Je ne vous dis pas de prendre combattre n'importe comment Même le combat Celui qui aime Dieu il sait ce que ça veut dire Le combat, quel combat il s'agit Il prend, il commence à tuer Aveuglément Il n'a ni esprit, ni cœur Ni raison Je ne parle pas de ces gens-là Chaque chose il a ses définitions Il a ses tenants et ses aboutissants Et celui qui aime Allah Il sait qu'Allah ne peut pas t'autoriser De tuer qui que ce soit Ce n'est pas d'une grande légitimité Et là il faut aller chercher ce que c'est que la légitimité Ce n'est pas sur internet qu'on va la trouver En tout état de cause Cet amour-là, nous voulons y parvenir C'est difficile de le définir Mais il faut prendre les moyens Qui vont nous rapprocher de lui Et lorsqu'on dégustera Là, on va voir que tous les moyens Qu'on a utilisé Ne sont pas fatigants Le jeu en vaut la chandelle Comme on dit Mais il faut faire cette expérience J'ai besoin de la chandelle C'est difficile de faire cette expérience Qu'est-ce qu'on a utilisé Qu'est-ce qu'on a utilisé J'ai besoin de la chandelle 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 او قربة من الاكتمال تحبه حين ترى شيخا عالما يعني يأخذ بمجامع العلوم تحبه تتقول هذا قربة من الكمال تحبه شوف العلم تبارك الله اللي عندك هذا فتحب الكمال تحب واحد الرأي عنده واحد السلطة واحدة تحب الكمال تحب كمال الصحة شو هذا اكتبارك الله على قوة عنده تجري مئة متر فكذا عنده واحد كامل في العضالة دياله كل ما هو مكتمل حبه الإنسان وليس هناك أصل رابع للمحبة ثلاث أمور نحبه النوال والجمال والكمال طيب هنا يجب أن يبدأ أشغلنا هنا الخدمة ستبدأ إذا أريد أن أصل إلى حب الله تبارك وتعالى أليجوا إلى ذلك الحب عبر حب هذه العناصر الثلاث أن نوال النعم فأنظروا إلى النعم التي تحيط به سوف أجد أنها متعددة نعمة العين نعمة السمع نعمة البصر نعمة الكلام نعمة القوة نعمة النوم نعمة النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولكن هذه النعم عوض أن أقف عند الصورة لا بد أن أنظر إلى المصور عوض أن أقف عند النعم لا بد أن أصل إلى المنعم إلى أصل النعم وأصلها هو الله تبارك وتعالى أصلها هو الله عز وجل الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وصخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وصخر لكم الأنهار وصخر لكم الشمس والقمر دائبين وصخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها شوفوا الله عز وجل قال إن تعدوا نعمة جاء بالمفرد والمفرد سهل العده المفرد هو واحد وربي قال لك وإن تعدوا نعمة كالمفرود يقول وإن تعدوا نعم الله وقال نعمة الله لا يتكلم عن الأدو إنما يتكلم عن جنس النعم هذا الجنس النعم بحال فواكهوهم مكرمون أنا جاء بالجمع ولكن في أي أخرى قال وفاكهة مما يتخير المفروض التخير يكون من فواكه ليس من فاكهة واحدة التخير يكون من جمع لا من مفرد ولكن الله عز وجل قال وفاكهة مما يتخير يعني جنس الفاكهة هنا تتسمد اسم جنس وليس اسم فاكهة واحدة مفرد جنس الفاكهة مما يتخير اختار اللي بغيته إذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان هذا يعني بأن على الإنسان أن يقتصر أو أن يقصر أو يحجي ما عن الدين عام الله عز وجل لا يجب أن تعدها ولكن لن تستطيع أن تحصيها يجب أن تنظر إليه وأن تتعرف عليها نعم الله عز وجل رسائل من الله عز وجل لك وعوض أن تقف عند الرسالة انظر إلى مرسل الرسالة وهو الله تبارك وتعالى الجمال أيها الإخوة الكرام حتى إلى الباريز سوف ندخل إلى اللي بغيته ماذا كانتولة كتابة؟ في اللوفر سوف ندخل إلى اللوفر ونقوم بالطيارة وكذا كيف نرى اللي بغيته ما هي اللي بغيته؟ إن كانتولة تصورة الوحبة سنتدخل إلى اللوفر وسأخذها بالطيارة ونصورها ونقوم بالتصوير ونطبعها إليه 40 مليون بيكسل ويمكنها في الكادر ونرأي ونقوم بمشكلتك ما هي الطابعة؟ هل تصويرها؟ ثمان الطابعة فرانك أو فرانك أو نور إذاً يستطيعون أن يقوم بمشكلتك تناول مشكلتك ويقول لك ما الفرق بين هذه وغلقين؟ ما يفرق بين هذه وغلقين؟ يقول لك لا هذه مستهاريشة الفنان الفلاني يوناردو دافينسي وهذه هي بلايفون وهذه كمساتها الريشة الصباقة التي قصتها ما الذي أعطاه القيمة؟ ليس هي التي أعطت القيمة الرأسها لا الذي أعطاه القيمة هي يد الفنان انظروا الفنان سبليون سميته بيكاسو هذا بيكاسو كان لواحة كان لواحة كان لواحة كان لواحة كان لواحة قيمة ولكن أخذت قيمتها من قيمة صاحبها من قيمة صاحبها عندما يدخل الجو كنتيش يقولون ما يصوره ما يصوره يقلد ويقلد ويقلد على مطلق إنه مطلق ولكن لا تشعروا مصورة تلك المرأة الذي بث فيها الروح وجعلها ناطقة انظر إلى الخالق انظر إلى المصور انظروا المصور المصور اذا كلما نظرت إلى جمال كيف ما كان ذلك الجمال جمال إنسان جمال طبيعة جمال شجرة جمال ماء زرقة سماء تنظر إلى ذلك الجمال ولكنك تنظر إلى المصور كيف صواره تنظر إلى نفسك في المرأة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلوقي حالا عندما تمشي المرأة وتزوق الحمر وهذا الزرق ويقلت ويقلت عفا ويقلت كيف ما كنت كنت طبيعية كما صورك الله عز وجل الذي يخيره على الأخير شوية ولكن خسرت كل شيء لا يعني الإنسان أيها الإخوة كيف ما كان شو دبتت قشي واحد اللي هو ذاميم قبيح ولما تحبوا تقلس معه أو تعيش معك تدبس على أجمل الناس من الذي جمله في عينيك هو الله تبارك وتعالى إذن عواظ أن تقف عند الصورة الجميلة انظر إلى مصورها هو الذي صورنا في الأرحام هو الذي صور هذا الكون إذن من هنا تلج إلى محبة الله عز وجل ثم المصدر الثالث هو حبه ياشح الكمال الكمال ترى العالم فتحب كمال علمه ولكن مهما على علمه وفوق كل ذي علم عاليم فترى أن ذلك العلم ما هو إلا باب صغير فتح الله عز وجل مصراعيه لذلك العالم من أبواب عدة هذا العالم عنده شريعة ولكن ما عنده الطب وما عنده الفيزيك وما عنده الشيمي وما عنده الأسترونومي هذا عنده الطب هذا وما عنده تستخدم وفي الأقل فتح الله أنه يتغلق وفوق كل ذلك ولكن تتغلق في عالم يوجد في المحبة في الدواء وقته وفي الأقل فتح الله إنه يتغلق لديه علم ولكن انظر إلى مصدر العلم انظر إلى من صور العلم انظر إلى من خلق و جعل في كنه ما خلق علوما شتى و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء و لا يحيطون به علما فعلمك قاسر فحين تنظر إلى ذلك الشخص تنظر إلى كمال الله عز وجل كمال الله عز وجل في العلم كماله في القدرة كماله في التصوير كماله في الخلق نحن مهما خلقنا و مهما أبدعنا إلا وتجدوا أخطاء كماله في سبيسياليست غيف ليبوغ هذا كنت أصنع وليس نقدي ليبوغ هذه هي سبيسياليتي ديالي علشنا ما عندنا شلو ليبوغ في خلق الله عز وجل فارجع البصرة هل ترى من فطور ثم رجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير علش المصور صور قدر هذا فأتم كلش كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء فإذا تعرفت على هذه الأمور أيها الأخ الكريم ولم تقف كرسائل ولم تقف عند الرسالة بل اطلعت على مرسل الرسالة أنا ذاك وصلت إلى حب الله عز وجل حب النوال يدفعني إلى حب المعطي الرازق حب الجمال يدفعني إلى حب الجميل إن الله جميل يحب الجمال حب الكمال يدفعني إلى حب الكامل إلى حب المصور إلى حب العظيم إلى حب الجليل ومن هنا أليج إلى حب الله عز وجل هذه وسيلة لا ماشي وسيلة وسيلة نزيده في الوسائل كل وسيلة تصبح غاية في حدي ذاتها وهذا هو عمل العقل أيها الإخوة الكرام وهذا هو عمل الشرع وهذه هي اللذة التي تجدها في تدينك تديننا أيها الإخوة الكرام إذا ظل على نسق معين لا يتحرك يصيبنا الملل ولذلك نوع الله عز وجل العبادات يقول ابن عطاء رحمه الله تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال نوع الله عز وجل أجناس الأعمال عندنا حتى تتنوع الواردات وتتنوع أحوالنا تفكرك فيما خلق الله عبادة تدبرك لكتاب الله عبادة ابتسامتك في وجه أخيك عبادة نحن نبدأ ابتسامك للناس تعتبر الأسنان من العورة التي يجب استرها تبينوا أسنان لهم عندهم حرام أسنان عورة لا تريد أن يضحك الخور والرسول يقول تبسمك في وجه أخيك صداقة كل الكل جعل الله وفي بضع أحدكم صداقة نوع الله عز وجل لنا الأعمال لأن كل عمل يأتينا بحال معين وهذه عظمة الإسلام وكلما تعرف العبد على هذه الأسرار كلما أحب الإسلام وتيقن بأنه الدين الحق وأن الله عز وجل مرتضاه لنا إلا لأن فيه خيرنا ولأن الله عز وجل جمع فيه كل ما أرسله إلى الأمة البشرية منذ وجودها جمع كل ذلك في هذا الدين العظيم ولذلك يحارب أعداؤنا تعرفوا على قوة الإسلام من باطنه ونحن غافلون عنها ولذلك جعلوه العدو اللدود والعدو الأول الذي يجب إسقاطه ونحن غافلون عن ذلك بل أصبحنا معاولة في أيدي أعدائنا نهدم ديننا يهدمون ديننا بنا أصبحنا معاولة تهديم الدين لأننا لم نفقه هذا الدين ولم نتعرف على كنهي ولم نتعرف على مراد الله عز وجل منه لأن ينقصنا فهموا الله فنفهموا عن الله ولذلك يقول رسول الله من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين تفقه في الدين ما نعرف له ضوص مزيان هذا كثير هذا كشي شوية تفقه في الدين وهذا المعاني التي نتكلم عنها أيها الأفاضل معاش خسين نو كما نعرف على مراد الله عز وجل منه أو كما نعرف على مراد الله عز وجل منه كما نعرف على مراد الله عز وجل منه وليس آخر في نسان لو أن تتعرف على مراد الله عز وجل منس زر في الجزيز كان لأن تbreak jugل منه ثم أناği كما ننا numa ح Bali یہ لا تفكر سيء ولكون من집rene لأنمذ suchا لأت warm ed Ten الريحان here لأت شخصي لأنه شخصي لأتكل جيد ium الم lumière Et la troisième catégorie, c'est l'amour de la complétude. On aime tout ce qui est complet ou ce qui se rapproche de la complétude parce que tout est relatif. Tu vois un savant qui maîtrise très bien la religion, qui répond aux questions, à un certain moment tu commences à être impressionné par son savoir et tu commences à l'aimer. Tu n'as aucune relation avec lui. Tu n'as pas dévoilé son comportement, tu n'as pas dévoilé ce qu'il a dans le cœur. Mais tu as été impressionné par l'apparence de ce qu'il transmet comme parole ou comme information. Ça t'a donné l'impression qu'il a une certaine complétude, certes relative, mais il y a une complétude. C'est ce qui te pousse à l'aimer. Tu vois tel sportif qui va courir les 100 mètres en 9 secondes et quelques, toi tu es incapable de le faire, tu fais en 20 secondes, tu dis il est plus fort qu'au moins, il est plus complet au moins dans ce domaine-là. Tu vas commencer à l'aimer. Un d'un qui va aimer le chanteur, l'autre va aimer ceci, l'autre va aimer cela. Chacun à sa manière bien entendu. Mais on aime tout ce qui est complet ou qui ressemble à la complétude. Donc maintenant, connaissons ces sources d'amour chez l'être humain, comment pouvons-nous les exploiter pour parvenir à l'amour d'Allah Azzawajal ? C'est simple. Je commence par dire tout ce qui est acquisition, ce sont des bienfaits dont peut jouir l'être humain. Et au lieu de s'arrêter sur le bienfait, il faut transcender ce bienfait vers celui qui te l'a octroyé. Les bienfaits dans lesquels on baigne sont nombreux. Tu commences depuis ta tête jusqu'au bas, tu es rempli de bienfaits, entouré de bienfaits. Tes yeux, ton nez, tes oreilles, tes mains, tes pieds, ton cœur, tes vaisseaux. Les bienfaits sont remplis. On regardait dernièrement une vidéo de quelqu'un qui l'a envoyé, et malheureusement parfois on envoie des vidéos qu'il ne faut pas envoyer, de cinq jeunes hommes qui n'ont pas trouvé de travail. Ils se sont imbibés d'essence et ils ont allumé une allumette en eux-mêmes. Ils veulent se brûler. Pourquoi ? Parce que je suis dans le chômage et je n'ai pas trouvé de travail. Parce que tu n'as pas trouvé de travail, ça veut dire que tu n'as pas trouvé un bienfait, ça te donne le droit de te suicider. Tu n'as pas vu tous les autres bienfaits que tu as. Tu n'as pas vu tes frères au-dessus desquels les bombes tombent jour et nuit, et malgré ça ils tiennent encore à la vie, ils tiennent à leur religiosité. Parce que tu n'as pas de travail, tu as de quoi manger, ou tu as brité, et tu deviens un être torche, tu deviens une torche parce que la vie n'a plus de sens. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était aveugle devant tous les bienfaits qui l'entouraient. Celui-là il n'a absolument rien compris à son existence, et rien compris à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Et c'est sous-estimer le bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est sous-estimer Allah Azza wa Jal en tant que pourvoyeur que tu arrives à un degré de te donner la mort parce que tu estimes qu'il y a un bienfait qui te manque. Il y a un problème. Et le musulman lorsqu'il voit les bienfaits, il ne s'arrête pas sur les bienfaits, il voit le bienfaiteur. Au lieu, le bienfait en tant que tel n'est qu'un message envoyé par Dieu à toi. Et l'homme intelligent lucide ne s'arrête pas au message, il voit seul l'expéditeur du message. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête au bienfait, il faut les voir, mais toujours les rattacher et les imputer à celui qui te les a envoyés, à savoir Allah Azza wa Jal. La beauté, la deuxième source de l'amour chez l'être humain, c'est la beauté. Et je vais donner un exemple tout de suite aux frères. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour voyager d'un continent à un autre pour venir à Paris pour payer le Louvre, pour aller voir la joconde par exemple, et donner de l'argent pour voir la joconde. Lorsqu'on te dit combien vaut la joconde, on va te dire je ne sais pas combien de millions. Si tu prends cette joconde par une photo, la même, et tu l'imprimes avec la meilleure imprimante qui existe, je ne sais pas combien de millions de pixels, tu as une photo presque parfaite, copie et née exacte que la joconde elle-même. Mais la valeur de ta copie, c'est la valeur de l'encre que tu as perdue. Un euro, deux euros, c'est ce qu'elle coûte. Alors que la vraie joconde, elle coûte des millions et des millions. Pourquoi ? Ils vont te dire mais c'est différent. Non, cette joconde a été touchée par la main du maître, par la main de l'artiste. Ce qui lui a donné la valeur, c'est le maître. Ce n'est pas elle-même. Elle-même, il y a quelques siècles, elle ne valait rien. Ou elle valait peu. Mais ça augmente parce que c'est tel artiste qui l'a touchée. Et nous, on voit la beauté partout. La beauté partout. Elle dit que la femme, il a dessiné une femme. Mais la femme qu'il a créée elle-même, mais pas seulement en deux dimensions sur une toile, non, qui l'a créée, chair et os. Elle parle, elle voit, elle regarde. Elle se marie, elle donne des enfants. Et tout ce que vous voulez. Ah, mais regarde, elle a l'impression de sourire. Si tu es souriant, elle va sourire. Si tu es triste, tu vas la voir triste. Celui qui lui a donné la tristesse, celui qui a donné la joie. Wa anna hu wa adhaka wa abka wa anna hu wa amata wa hi. Regarde celui qui l'a façonné, le Créateur. Al-Mosawar, celui qui façonne. Donc, nous ne nous limitons pas seulement à la beauté de ce qui nous entoure. Regardons celui qui a façonné cette beauté. Et il ne peut être que beau. Inna allaha jamilun, Dieu est beau et il aime la beauté. La troisième source, c'est la complétude. Et quelle que soit la complétude d'un être humain dans un domaine, tu vas voir qu'il a une faillibilité dans un autre domaine. Un médecin, il va t'impressionner par la connaissance qu'il a, par le pouvoir qu'il a à soigner, pour ne pas dire à guérir, à soigner les gens. Mais le même médecin, lorsqu'il a une panne dans sa voiture, tu vas le voir devant un mécanicien qui, dans l'échelle sociologique, n'a pas une grande valeur. Mais il va se soumettre devant lui, monsieur le mécanicien, s'il vous plaît. Il va lui parler gentiment, il va se plier devant lui. Parce que l'autre, il a un savoir qui manque à celui-là. Et les deux, lorsqu'ils veulent construire une maison, ils ont une canalisation qui éclate dans la maison, ils vont appeler tous les deux le plombier et ils vont se soumettre au plombier. Pourquoi ? Parce qu'il a un savoir dans la plomberie qui leur manque. Et ainsi de suite. Allah a dispatché le savoir entre les êtres humains. Mais même si tu rajoutes un savoir à l'autre de tous les êtres humains, depuis leur début jusqu'à leur fin, ça, ce n'est rien devant l'omniscience du Créateur. وَمَا أُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَالِلَا On ne vous a donné que peu, que très peu de savoirs. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْهِ إِلْمِنَ الْعِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا Ils ne peuvent cerner une partie de son savoir que ce dont il leur a autorisé, que la partie qu'il leur a autorisé de connaître. Et s'il s'agit de Dieu, ça c'est même impossible. وَلَا يُحِيْتُونَ بِهِ إِلْمَا Ils ne peuvent pas le cerner de leur savoir. Et c'est là où l'être humain s'arrête. Il n'y a rien que devant l'âme, si on veut la définir, on bloque. On ne peut rien savoir, on bloque. Rien que pour essayer de dimensionner l'existence et le cosmos, tout le monde bloque. on ne sait pas, cette immensité de l'univers, on n'arrive pas à voir où est-ce qu'elle est la limite. Mais au lieu de voir que l'immensité de l'univers, regarde celui qui l'a créé. Lui qui parle de l'arche, qui dit que l'arche est au-dessus de l'univers. Et l'arche c'est la plus grande création d'Allah Azzawajal. Les cieux et la terre devant l'arche, c'est comme une bague jetée dans un désert très vaste. Regarde ça et dit gloire au créateur. Et c'est en méditant sur ces choses-là que tu parviens au créateur directement pour aimer ce créateur. Et pour raccourcir, et là le sujet est encore plus long, pour parvenir à ces choses que je viens de citer, il y a trois moyens qu'Allah Azzawajal a mis dans toutes les observances religieuses qu'il nous a installé. Il y a trois moyens de citer, il y a trois moyens de citer, il y a trois moyens de citer. Il y a trois moyens qui nous mènent vers ce qu'on a cité jusqu'à maintenant depuis plus d'une heure. C'est la réflexion, la méditation. Tafakkur où ? Tafakkur dans ce qu'Allah Azzawajal a créé. Tafakkur, la réflexion dans le livre étalé, la création, le cosmos. Ensuite, Tadabur, la méditation. La méditation en quoi ? Méditer le livre révélé, le Coran Al-Karim. Et la troisième petite Tadakkur, le rappel d'Allah Azzawajal. Et ces trois éléments, Allah Azzawajal les a mis dans toutes les observances religieuses qu'il nous a instaurés. La prière, elle est faite pour saisir ces trois moyens. Le jeûne est fait pour saisir ces trois moyens. Le pèlerinage est fait pour saisir ces trois moyens. Lire le Coran et le feu pour saisir ces trois moyens. Tout ce qu'Allah Azzawajal a instauré, c'est pour parvenir à ces trois moyens. Ce sont des ascenseurs qui mènent vers Allah Azzawajal. La réflexion dans ce qu'Allah Azzawajal a créé. Il a été rapporté dans le hadith sahih que Bilal est venu réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou prévenir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas à ce moment-là, prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam du début de la prière de le fajr, de venir commencer la prière de le fajr. J'a liu'edhina le rasoul sallallahu alayhi wa sallam fi salati al-fajr. Et il a trouvé le prophète en train de pleurer. Au point qu'il a imbibé sa barbe et au point que là où il était assis, la terre était mouillée par ses larmes. Ça veut dire qu'il a pleuré longuement, toute la nuit. Et là, Bilal radiallahu alayhi wa sallam il l'a vu dans cet état, « Ya Rasoul Allah, qu'est-ce qui t'arrive ? » Il lui a dit, il y a dix versets qu'Allah Azzawajal m'a révélé cette nuit. « Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha » « Malheur à celui qui lit ces versets-là et il ne médite pas dessus. » C'est quel verset ? Ce sont les versets qui se trouvent vers la fin du surat « Al-Imran » « Inna fi خalque السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون هوا الذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون هوا الفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا كيف يدفعك التأمل في خلق الله للبكاء حتى تجهز بالبكاء معنى أن ذلك التفكر الذي هو عملية عقلية وعملية بدنية البصر تنظر في السماوات والأرض تنظر بعينيك تسمع بحواسك لهذا الكون وتفكر بعقلك فماذا يحدث تحدث هذه العملية تبكي تبكي والبكاء لا يمكن أن يصدر إلا من قلب خشى على الله قلب خدم أما رحلة القلوة نشوفه في السماء ونشوفه في النجوم ونشوفه في هذا والوح نحن نتبعي النجوم ودخل الشهر ولم ندخل الشهر ونصوم رمضان هذا كيف سيديه في القامر معمره ما شاء في القامر كخلق من خلق الله تبارك وتعالى أو اليوم الصد واليوم البرد معمره ما شاء في الشمس على أبس مرة عندك البرد وعنش عندك الصاد وتنظر في خلق الشمس وأين توجد وكيف وضع الله عز وجل في مكانه معين وإلى غريب تفكر في ذلك أيها العبد وما أكثر ما يمكن أن نتفكر فيه وما أكثر ما بعث الله عز وجل لنا مما يسوقنا إلى الله تبارك وتعالى فيما خلق الله عز وجل الله عز وجل كان قادر يخلقنا غير في الأرض فيها غير الحجر والشجر والماكنة تتنبت والما تخرج من العيون لا قمر لا شمس لا شجر لا حوت لا حيوانات ما نقول لنا بالحيوانات أسبوع أتنفعون لا أسبوع مباشرة أتنفعون مثلا كل أسبوع ألا أول ما حال من الربيع أتنفعنا ولكن لماذا خلق الله عز وجل لا شيء رابش تفكر عبد الله هيفكر فيها خذ رمانة نتكلم عن رمان مقبالة لا قروناد ما دمنا نقول لك الدين لقروناد هذا الرمانة أيها الأخ الكريم تفكر فيها خذها بين يديك وقول هذه أول نقول النوال والجمال والكمال سوف ترى هذه العناصر الثلاث في تلك الرمانة تأخذها وتشوف النوال نلتها نحن يجب الرمانة يقول ترطقها ويعيطل فاطمة آجي نعم زر عندك زر عادية الذي يجبان ويعيطل لنقه المرأة المشكلة تنقه ويعيطل 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 خذ هذه الرمانة قل أولا نلت الرمانة بفضل الله تبارك وتعالى كيف وصلت لي تلك الرمانة وصلت لي عبر حركة في الكون تعددت عناصرها وهنا تتفكر وتدبر قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه ها آية القرآن هكذا القرآن فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ها هي الفاكهة وفاكهة وأبا تنظر كيف وصلت تلك الرمانة الله عز وجل بسبب الشمس التي ارتفعت حرارة أشععتها على سطح الماء تبخر ذلك الماء فأصبح بخارا خفيفا يصعد في السماء ثم بعث الله عز وجل الرياح أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كيف راكم الله عز وجل بين تلك السحاب وأخرج منها برقاها ورعداها وماءها ثم تجمد ذلك بسبب انخفاض الحرارة فأصبحت قطارات ماء لا يستطيع السحاب أن يحملها فثقلت عليه فأرخاها إلينا فصبها الله عز وجل علينا صبا بعد أن شق الأرض شقا ثم سار ذلك الماء في منعطفات داخل الأرض فأخذ معه ذرات ياش ذرات الأكل حاجة ما شايفين اخذ المعادن الأملاح المعادنية واخذ معها الأكل وكذا حتى تجد عروق شجرة الرمان ذلك الماء فتمتصه فيصعد ذلك الماء إلى يعني عرجون صغير أو إلى ذرة صغيرة مجموعة من خلايا وذلك الخلايا تبدأ وتتكون وتتكاثر وكل خالية تختص في شيء هذه الخاصية لأني أخذ القشرة الرمان والقشرة مرة أنا سأعطي الحبيبات الرمان الحبيبات الرمان حمر وحلوين أنا سأعطي الصور التي يوقف بين حبات الرمان أنا سأعطي الجذر التي تقبض فيها ونرى الرمان هذا هذا نعم نعم نحن في الناوال فكرت من بعد حيث نحلها ونرى الرمان وحبات الرمان سأتفكر عن تفكر اللقال الناس يشري اللقال بالملايين لكي يقبض لؤلؤة ونرى ماذا عن لؤلؤة شريطة وهذه رمانة بحالة لؤلؤة تايم قدا وهذه أحسن عاد ترى لون دائر وكل لؤلؤة ترس لكسنان وهذه الرمانة تتاكلها هذا العام والعام جيدة حيات كنت تتاكلها هذا لديه وحدة وعندك رمانة عمر بالمئات من حبات اللقال الحية الحلوة الجميلة المنظر وفابور رمانة كلها شريعة بنص أورو أو شريعة بمليار كيف الفرق بين هم تنظروا إلى الجمال أنت تتشوف الجمال ثم تنظروا إلى الكمال كيف إحنا يبنو آدم تمشي وندير المنظر 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 ومشي المنظر المنظر في العالم كل هذا وهذا الرمانة لديه عز وجل المنظر طبيعي وليس لا يوجد المنظر يتحول ويصبح أكلاً ويصبح دواءً ثم تنظر إلى الأسوار الرقيقة التي جعلها حتى يفصل حبات الرمان مجموعات ويصبح مجموعات ويصبح 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 مقبوطة ويصبح 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 تحرك ويصبح هذا كمال في الصنع ويصبح عظمة الله تبارك وعاد لك تفكر كيف تنظر ويصبح تلك الحبات تقول كيف يا عباد الله لدي لسان 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 الموضوع من الموضوع ويصبح وامشح ويصبح تكلم ويصبح فلب فلا لسان تكلم والموضوع فإذا يدخل بالأمور سيحسب لديه البيان لسان وامشح ويديه ويصبح وبالتو ويصبح والضل الخضر من هنا البوليسي من هنا والطريق من هنا لكي لا تجرى الكسيدة نحن لدينا لسنها لا تجرى الكسيدة وغير أن تفكر في ذلك لسن مرة تقول لدينا لسنها تتعضل تتعضل من خلق هذا؟ من صور هذا؟ فأكلت الرمانة وبدأت تقولها أشبعني الله عز وجل من جوع ورواني من عطش وشفاني من سقم بهذه الرمانة بعد هذا ألا تحب المعطي؟ ألا تحب الجميل؟ ألا تحب المصور الكامل؟ بلاء رب الكعبة وهكذا يكون حالك مع كل ما يحيط بك من نعم مع كل ما تمسه يديك ولذلك سليمان الضاراني ودى تلميذ سفيان الثوري رحمه الله قال إني أخرج من بيتي إني أخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة إني أخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة يعتبر أم الدرداء رضي الله عنها سألها بعض التابعين قالوا لها ما هي أفضل عبادة أبي الدرداء الزوج دي لك شنه أفضل عبادة دي للصيام للصيير القيام شنه أفضل عبادة أبي الدرداء قالت لهم أعظم عبادة أبي الدرداء التفكر والاعتبار التفكر والاعتبار كانت هذه أعظم عبادة عند أبي الدرداء وهذا ما كان عليه حال الرسول الصلاة والسلام وهو يتحنث في غار حراء هي تحنت ينظر في الكون ولذلك وجدنا الرسول الصلاة والسلام يتعامل حتى بلطف حتى مع الجمادات بل وجدناه يحب الجماد جبل أحد يحبنا ونحبه لحزر الرسول الصلاة والسلام يتحبه لأنه علم بأن ذلك الجبل إخضاع لله عز وجل وإن من شيئings لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد على جذع دخلت ليخطب في الناس فلما صنعوا له منبارا حن الجذع تركه الرسول صلى الله عليه وسلم حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى كان له خوار بكى يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فهذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وضعيا له وقونا على مفسه مع الجيدة عن الإخلاق عنه اليوم ورأي الرسول اللعام يتكلم مع الجبل وينادي صاحبه ويعطيك الأذكال عليه هذا كان الرسول اللعين يتعامل مع ما أحاطه الله عز وجل به من حيوانات ومن مخلوقات كيفما كانت هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخير صحيح جاهزى فظيفة روتر انحشر ويجب أن يأت Że给نا And between celui qui l'apprend Et il va dire C'est un don divin Et tout de suite Sa réflexion va partir dans plusieurs versets coraniques Dieu azzawajal Que l'homme voit sa propre nourriture C'est une invitation de la part d'Allah Regardez votre nourriture Combien de fois on a médité sur notre nourriture Combien de fois j'ai médité sur cette date Au moment où je prends mon jean Je la prends et je la vale حَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِ أَتْعَمَنَا وَسَقَعَنَا وَكَدْ ça on le respect c'est très bien le dua on le respect c'est bien mais méditer sur comment ça date t'es parvenu ça aussi c'est une ibadah et Dieu te le dit regarde que l'homme regarde ce qu'il mange فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَا تَعَمَ et qu'il voit sa nourriture اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا il te montre tout le cycle qui a permis à cette date de parvenir entre tes mains et le croyant c'est par là qu'il commence la réflexion en prenant cette grenade entre ses mains il commence par là cette grenade comment il m'est parvenu et après il rentre dans les détails et plus il a du savoir au niveau de la biologie plus il va découvrir des secrets qui le rapprocheront encore plus d'Allah Azza wa Jal comment l'eau est parvenue et il suit le cycle et après comment à partir d'un seul bourgeon qui était une seule cellule un oeuf un ovule fécondé comment cet oeuf là s'est différencié pour que certaines cellules fabriquent l'enveloppe de la grenade qui est amère qu'on n'arrive pas à manger et que d'autres cellules se spécialisent pour fabriquer les graines de la grenade qui sont succulentes rouges belles à voix et certaines cellules ont fabriqué les enveloppes qui séparent des amas de graines de la grenade et des cellules qui ont fabriqué la base où son racine la graine de la grenade et tu commences tout de suite à méditer déjà sur ça à méditer sur la beauté ces petites graines qui ressemblent à des perles et les gens donnent des millions pour tenir une perle entre leurs mains moi je tiens des perles vivantes qui ont une couleur beaucoup mieux que la couleur de la perle qui ont la même forme que des perles mais moi j'en possède des centaines voire des milliers entre les mains que j'ai acheté à 50 centimes l'autre il a acheté la perle à je ne sais pas combien pour la mettre sur une bague ou pour la mettre sur un pendentif et c'est naturel et comment cette enveloppe là en la jetant elle va se recycler alors que nous on fabrique des emballages et ça cause de la pollution sur toute la terre et c'est devenu un fléau dans la société actuelle et Allah a fabriqué des emballages naturels méditez sur ça ce sont des messages qu'Allah a nous envoie le Hassan al-Basri il disait ceux qui vous ont précédé voyez dans le Coran des messages qu'ils lisaient le soir et qu'ils traduisaient dans leur vie quotidienne la journée ça veut dire ces versets lorsqu'on les lit on les lit Allah a nous parle de voir le chameau comment il est créé la lune le ciel les océans les navires regardez en vous même et combien on a de moyens d'aller maintenant sur internet de découvrir l'oeil comment il voit la main comment on contrôle le cerveau comment il est fabriqué on n'a plus et ça c'est de l'adoration partir en quête de ce genre d'information c'est de l'adoration parce que tu es en train de découvrir le message les messages du créateur et tu es en train de découvrir la complexité de la création et cette complexité te permet de déceler à un petit niveau la grandeur du créateur la grandeur du créateur un téléphone on l'achète et on reste ébahi devant la complexité de sa création et de ce qu'il peut faire masha'Allah c'est un numéro 6 c'est un numéro 8 celui-là il a tant de pixels celui-là mais regarde tes yeux comment ils voient pas des pixels ils voient as-tu jamais médité sur ça ou réfléchi sur ça ça c'est quelque chose qui mène à l'amour d'Allah parce qu'on aime détenir donc regarder celui qui nous donne ces choses-là on aime la beauté regarder celui qui a façonné cette beauté on aime la complétude regarder le complet par excellence le glorieux par excellence le majestueux par excellence et là ça doit nous ouvrir d'autres portes comment parce que jusqu'à maintenant on va comment comment chaque objectif chaque moyen devient en lui-même un objectif maintenant on peut se poser la question ça je vous laisse pour une autre fois comment réfléchir comment mener des réflexions adoratives comment mener la méditation adorative du Coran et ça il y a énormément du chemin devant nous il y a énormément à faire par rapport au Coran et non pas se baser que sur certaines choses superficielles et comment mener le rappel d'Allah Azza wa Jil ça c'est un autre sujet qu'on essaiera de traiter peut-être une autre facile occasion nous est permis mais j'espère qu'avec ce qu'on vient de dire qu'on a saisi un petit peu la complexité la complexité de ce qu'Allah Azza wa Jil veut de nous et cette complexité elle est facile pour celui qui a compris l'essence et le sens des messages coraniques et des sens et l'essence d'Allah Azza wa Jil c'est l'exercice que nous devons accomplir jusqu'à la fin de notre vie parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jil pour mériter l'amour d'Allah Azza wa Jil et celui qui est parvenu il a été protégé il a été protégé de tout égarment de toute apostasie parce que c'est par là qu'on a commencé au début et parce que là il a bénéficié de l'amour de Dieu et c'est là où Allah Azza wa Jil ordonne à Jibril de l'aimer il ordonne à Jibril de lancer un appel chez les habitants du ciel pour l'aimer et il lance un appel sur terre pour que les gens aiment cette personne c'est pas pour rien parce que cette personne là a fait un travail elle a fait un travail elle a lutté il a fait une moujahada pour parvenir justement à cet amour d'Allah Azza wa Jil il a donné du sens à sa prière il a compris le sens de la prière il a compris le sens du jeûne il a compris le sens du pèlerinage il a su quel est l'objectif ou qui sont les objectifs pour lesquels Allah Azza wa Jil nous a instauré cette diversité d'observances religieuses et d'adorations culturelles et c'est comme ça qu'on comprend notre religion et c'est comme ça qu'on s'imprégnera par les messages qu'Allah Azza wa Jil veut nous transmettre Naf'a à l'Allah waïyakum bil-Qur'an l'Kareem wa b'hadith s'ayyidil al-Awarein wa l'Awarein wa ghafar Allah li-wakum l'is-sairi al-Muslimin Subhanakallahu wa b'hamdika nashhadu an la ilaha ilaha t'ansofaruk wa natuubu ilayk Subhanakallahu wa s'amu wa s'amu wa s'amu wa s'amu wa s'amu Subhanakallahu